شكرا لك رولا وأصعد الله صباحكم مشاهدين أهلا بكم إلى هذه النافذة المباشرة من واشنطن نتابع فيها تغطية الصباق الانتخابي في الولايات المتحدة كما ذكرت رولا أكثر من 56 مليون ناخب أدلوا بالفعل بأصواتهم في هذه الانتخابات بشكل مبكر ومن المتظر أن يرتفع هذا العدد بشكل كبير قبل يوم الثالث من نوفمبر المقبل أما فيما يتعلق بالصباق الانتخابي والحملة الانتخابية فقد أقام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ثلاثة تجمعات انتخابية في كارولاين الشمالية وأوهايو وويسكونسين أيضا وذلك بهدف تعزيز حظوظه في الظفر بولاية ثانية في البيت الأبيض أما الخصم الديمقراطي لترامب جو بايدن فقد عقد تجمعين انتخابيين في ولاية بنسلفينيا أسلوب الخصمين والمتنافسين في هذه الانتخابات وفي هذا الصباق الانتخابي يبدو مختلفين حيث كان متبينين فبينما صخر الرئيس الجمهوري مما أسماه الحرص الزائد الذي تقوم به حملة بايدن فيما يتعلق بكورونا حذر المرشح الديمقراطي حذر في المقابل من شتاء قاطم ينتظر الولايات المتحدة على حد وصفه في الولايات المتأرجحة تحط رحال الطامحين إلى دخول البيت الأبيض استمالة الشريحة التي لم تحسم قرارها بعد هو الهدف أما طريقة التقرب من فئة الناخبين المترددين فتختلف في فلوريدا يدل الرئيس الأمريكي بصوته الانتخابي ويدعو الناخبين إلى التصويت مباشرة وعدم إرسال بطاقة الاقتراع عبر البريد لقد كان تصويتا آمنا أكثر أمنا منه حين تصوت عبر البريد كل شيء كان رائعا دقيقا جدا وفق القواعد التصويت عبر البريد لا يمكن أن يكون بهذا القدر من الأمان لقد قاموا بعمل عظيم هنا يوم الرئيس المارثوني شمل إقامة تجمعات انتخابية في كارولاين الشمالية وأوهايو وثالث في ويسكنسون هنا يقف ترامب بين المئات من أنصاره يرهب حماسهم تارة بالكلام وتارة بأنغام الموسيقى الموسيقى أيضا كانت حاضرة في تجمعات بايدن الانتخابية في بنسلفانيا يلتزم المرشح الديمقراطي بقواعد التباعد الاجتماعي يحذر أنصاره الذين مكثوا في السيارات بأن الشتاء القادم قاتم خلال المناظرة مساء الخميس قال دونالد ترامب إن كورونا يختفي ونتعلم كيف نتعيش معه حسنا لقد أخبرته في المناظرة بأننا لا نتعلم كيف نتعيش معه لكنك تطلب مننا أن نتعلم كيف نموت معه وهذا خطأ ومن مدينة مايامي خطب الرئيس السابق باراك أوباما دعما لبايدن ووجه اتهامات إلى ترامب يقول إنه أخفق كليا في إدارة أزمة كوفيد-19 بعد مرور ثمانية أشهر على هذا الوباء حطمت الحالات الجديدة الأرقام القياسية لن يقوم دونالد ترامب بحمايتنا فجأة فهو لا يستطيع اتخاذ الخطوات الأساسية لحماية نفسه رسائل متبينة بين ترامب وبايدن إلى أنصارهما ومؤشرات استطلاع الرأي ما زالت تؤكد تقدم بايدن لكن النسبة أكثر تقاربا بينهما في ولايات مهمة قد تحسم الصراع على كرسي البيت الأبيض وفي ولاية أكلهما تظهر استطلاعات الرأي تقدم ترامب على بايدن بواحد وعشرين نقطة ويرى الناخبون هناك أن الوضع الاقتصادي هو الدافع الأول للتصويت لفائدة ترامب في هذه الانتخابات يذكر أن أكلهما هي ولاية جمهورية تصوت تاريخيا وتقليديا للجمهوريين ولديها سبعة أصوات في المجمع الانتخابية للمزيد تنظم إلينا من مدينة أكلهما سيتي مرسلتنا ريمة أبو حمدية ريمة كما ذكرنا هذه الولاية تاريخية تصوت للجمهوريين ولكن هناك تأييد كبير لترامب في هذه الولاية في هذه الانتخابات هل هو فعلا الدافع الاقتصادي الذي يدفع الناس لتأييد ترامب أم توجد دوافع أخرى الدافع الأول للناخبين هنا في هذه الولاية الجمهورية التي يتقدم فيها ترامب بشكل كبير أكثر من 20 نقطة وفق بعض الاستطلاعات الرأي هو الدافع الاقتصادي كل من تحدثنا معهم سواء كانوا مع ترامب أيديولوجيا أم مع ترامب فقط لهذه الانتخابات لهذه الدورة من الانتخابات قالوا أن السبب الرئيسي وراء تصويتها من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو بسبب الاقتصاد يريدون من دونالد ترامب رجل الأعمال كما يقولون أن ينعج الاقتصاد المتهاوي بسبب تفشي جائحة كورونا بشكل كبير في الولايات المتحدة هذا التهاوي في الاقتصاد كما يقولون لا يمكن لأي أحد آخر أن ينتشله من هذه الهاوية سوى رجل أعمال مثل دونالد ترامب طبعا على النقيد هناك أيضا المعارضون للرئيس الأمريكي وإن كانوا قلة في هذه الولاية نحو 38% فقط يؤيدون المرشح الديمقراطي جو بايدن ولكن يقولون لن تأتي الأصوات الأمريكية على حساب الاقتصاد بمعنى أن تصويتهم في هذه الانتخابات هو إعلان موقفهم من الرئيس الأمريكي ومن كل ما يقوم به حتى لو كان هو الوحيد القادر على إنعاش الاقتصاد كما يقولون ولكن أيضا اقتصاديون أكاديميون يشككون بقدرة الرئيس الأمريكي في ظل تفشي جائحة كورونا على إنعاش الاقتصاد بالطريقة التي يعد بها الناخبين في هذه الفترة قبل أيام فقط على موعد الانتخابات الرئاسية إذا عدنا فقط إلى هذه المدينة وإلى هذه الولاية كما قلت جمال تصوت تاريخيا مع الجمهوريين ما زال ترامب يتقدم بشكل كبير على المرشحة الديمقراطي بايدن في هذه الولاية ومن غير المتوقع بل من المستبعد بشكل كبير أن تتغير الأرقام لتصبح لصالح بايدن في هذه الفترة في الأيام القليلة المقبلة خاصة وأن الرئيس الأمريكي كما يبدو يشن هجوم لاذع بتصريحاته وبطريقته بالهجوم على بايدن فيما يتعلق بالاقتصاد وفيما يتعلق بجائحة كورونا وما إلى ذلك من الأسباب التي يقول الناخبون هنا إنها هي الأسباب التي تدفعهم للتصويت لدونالد ترامب الأصوات السبعة هنا في المجمع الانتخابي جمال ستذهب بلا شك تقريبا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب شكرا لك يريم أبو حمدي من وكلهما سيتي المعركة بين ترامب ليست لا تقتصر فقط على بايدن ولكن أيضا مع شركات التكنولوجيا حيث عادت المواجهة من جديد بين طرفين ترامب يتهم مجددا شركات التكنولوجيا بالرقابة الصحفية هذه المرة واتهمها بأنها تمارس رقابة صحفية نتابع البزيد عن هذه المواجهة بين الطرفين في التقرير التالي منذ إقراره قبل ربع قرن ظل قانون أداب الاتصال من القوانين الأمريكية الأكثر غموضا وفق المراقبين استهدف القانون تنظيم استخدام الانترنت الذي كان ضيفا جديدا وقتها ولأن كلمة التنظيم قد تعني تدخلا حكوميا لفرض قيود فإن القانون تضمن بندا سعى لطمأنة شركات التنظيمية التكنولوجيا التي عارضته وبقوة يحمل بندو 230 المنصات التي تستضيف محتوى أو تعيد نشرة من القوانين التي تطبق على أصحاب هذا المحتوى وقد عاد هذا البندو إلى الواجهة عندما قيد فيسبوك وتويتر الوصول إلى مقال مشكوك فيه عن تعاملات المرشح الديمقراطي جو بايدن وابنه هانتر مع رجال أعمال أوكرانيين خلال مرحلة حاسمة من الانتخابات أمر اعتبره ترامب والجمهوريون تدخلا واضحا في الانتخابات أنا لا أترشح ضد بايدن وتلك العائلة الفاسدة فحسب بل ضد الإعلام اليساري الفاسد وشركات التكنولوجيا الكبرى وما أشعل الموقف أكثر تقرير من شبكة فوكس نيوز الأمريكية أشارت فيه إلى تبرعات كبيرة من موظفي هذه الشركات لحملة بايدن الانتخابية إذا كانت شركات منصات تواصل الاجتماعية واستخدام الحماية التي قدمها الكونغرس لبعض الأمريكيين وليس لجميعهم فعلينا إلغاء هذه المعايير برمتها شركات جوجل وفيسبوك وتويتر حذرت مسبقا من المساس بهذا البند الذي تقول إنه صاحب الفضل في وجودها اليوم وهي تواصل التحرك بكثافة لإزالة المعلومات التي تعتبرها مضللة ومؤثرة على الناخبين ونتيجة الانتخابات تحرك يشتكي منه ترامب وأنصاره الجمهوريون قرروا نقل المواجهة إلى مجلس الشيوخ في نهاية الشهر الجاري ستكون أمام مدراء جوجل وفيسبوك وتويتر فرصة الدفاع عن شركاتهم أمام الاتهامات المواجهة لهم وإعلانوا موقفهم من التعديلات التشريعية المنتظرة زيد بن يامين العربي واشنطن وفي أعالي جبال ولاية إدهو مدينة صغيرة تدعى موسكو هذه المدينة معروفة بمعارضتها للرئيس ترامب ورغم التأثير أو التأييد الكبير لترامب في هذه الولاية إلا أن هذه المدينة تحديدا صوتت ضده في الانتخابات السابقة ويتوقع أن تصوت أيضا ضده في هذه الانتخابات وأن تصوت للمرشح الديمقراطي فريق العربي زار المدينة وأستطلع أراء الناس هناك نتابع هنا موسكو مدينة هدئة في أقاص جبال ولاية إدهو فوز دونالد ترامب شبه مضمون في هذه الولاية وفق الاستطلاعات لكن موسكو ستكون مصدر إزعاج مؤكد له دخلنا المدينة لنسأل عما إذا كان لسمها أي علاقة بذلك لا إطلاقا في غارب الأحيان أصحح الطريقة التي ينطق بها الناس اسم المدينة هم يقولون موسكو وأنا أقول موسكو لا أعتقد أن لسمي علاقة بروسيا رغم أنه أمر غريب أننا أخذنا الاسم نفسه اكتصح ترامب ولاية أيدهو عام 2016 لكنه عجز عن اختراق مدينتين فقط فيها أكبرهما موسكو النتيجة نفسها متوقعة العام الحالي أشعر أن دونالد ترامب شبيه برؤساء المرحلة ما بعد السوفيتية بدلا من أن يكون رئيسا لدولة الليبرالية ديمقراطية وجود جامعات ومراكز ثقافية في موسكو يجعل ناخبيها أقرب إلى التيارات الليبرالية واليسارية لكن البعض هنا يعترض على المرشحين المتنافسين معا كلاهما طاعن في السن ولا أرى أن البلاد ممثلة بطريقة مناسبة مع أي منهما القواسم المشتركة بين هذه المدينة والعاصمة الروسية تكاد تكون منعدمة لكن تراشق الاتهامات بين الحزبين المتنافسين بوجود علاقة ملتبسة مع روسيا يبقي موسكو في قلب السجال الانتخابي هنا ثبت لنا بالدليل القاطع أن موسكو تتلاعب حقا بالانتخابات الأمريكية لأنها المدينة الأبرز التي تعكر صفو القاعدة الانتخابية لدونالد ترامب في ولاية آيدهو من مدينة موسكو في آيدهو نميل أبي صاعب العربي بهذا ناتي مشاهدين إلى ختاب هذه النافذة المباشرة من واشنطن عودة الآن إلى بقية الأخبار بعارولا من لندن موسيقى 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 موسيقى